ألغى جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لشركة جاي بي مورغان تشيس وبيل فورد رئيس فورد موتور خطط حضور مؤتمر للاستثمار في السعودية هذا الشهر وفق ما ذكرته الشركتان مساء الأحد في أحدث قرارات إلغاء حضور المؤتمر بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومن المرجح أن يلقي غياب مسؤولين تنفيذيين من شركات الإعلام والتكنولوجيا بظلاله على المؤتمر المعروف باسم دابوس في الصحراء والذي أصبح أكبر معرضاً للمستثمرين للترويج للرؤية الإصلاحية التي أطلقها وليل عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع تزايد الشكوك حول تورط السعودية في قضية الصحفي والكاتب جمال خاشقجي تتكثف ضغوط الاقتصادية والاستثمارية على الرياضة إذ تتوالى إعلانات الشركة والمصارف العالمية عن مقاطعة مؤتمر دافوس في الصحراء جيمي ديمون رئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان كان آخر من أعلن مقاطعته للمؤتمر على غرار بيل فورد رئيس فورد موتور وقد يؤدي هذا الإلغاء إلى زيادة الضغط على شركات أمريكية أخرى مثل جولدمان ساكس وماستر كارد وبانك أوف أمريكا لإعادة النظر في خططها لحضور المؤتمر وانصحبت من المؤتمر مؤسسات أعلمية كبرى مثل شبكة CNN الإخبارية وصحفتي Financial Times ونيويورك Times وشبكة CNBC ووكالة بلونبرغ للأنباء من جهته أعلن دار خسر شاهر رئيس التنفيذي لشركة أوبر وبوب باكيش الرئيس التنفيذي لمجموعة فيكم الأمريكية والملياردار ستيف كيس أحد مواسسي AOL أعلنوا أنهم لن يذهبوا إلى الرياض وللتذكير فإن مجموعة فيكم هي شركة علاما ضخمة أمريكية متعددة الجنسيات تتركز اهتماماتها على صناعة الأفلام والإنتاج التلفزيوني أما شركة AOL فهي شركة أمريكية عالمية لخدمات الانترنت والإعلام وتتبع شركة تايم ووردر العملاقة ويقع مقرها في نيويورك كما أعلن باتريكسون ماليكو لس أنجليس تايمز وجوانا بوبر المديرة التنفيذية لشركة HP وأريانا هافنغتون عن عدم حضورهم من جهته أعلن الملياردار البريطاني ريتشارد برينسون والذي كان من أبرز الحاضرين ومؤسس شركة فيرجن العملاقة المختصة في السياحة والنقل الجوي والحديد والاتصالات وغيرها أنه سيراجع العديد من مشاريعه في المملكة كما قاطع كيفولي أحد أبرز المستثمرين في مجال التكنولوجيا في العالم والذي كان مديرا سابقا في شركتين مايكروسوفت وجوجل أعلن مقاطعته للمؤتمر ومن المرجح أن يلقي غياب هؤلاء المسؤولين بظلاله على مؤتمر دافوس في الصحراء والذي أصبح أكبر معرضا للمستثمرين للترويج لرؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 2030 وفي السياق ترجع ريال السعودي إلى سعر 3.7 دولار في السوق الفورية وهو الأضعف منذ يونيو حزيران 2017 العرب اليوم مستمر وفيه بعد الفاصل المعلم يقول أن النظام جاهز لقتال المتشددين في محيط إدلب إذا لم يكن هناك التزام باتفاق سوشي في بداية سريان الهدنة ترجمة نانسي قنقر